قزام الحامي المناسق العام لأتلاف سمود عسلامة مرحبا بك شكرا لك على قبل الدعوة مرحبا أهلا بك ليس وعسلامة ونسلكم كنت من الأطراف اللي شاركت بلا في الحملة الانتخابية للإستفتاء سبعة أطراف تقريبا من أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني بعضهم قرر عدم الطعن في النتاج على غرار أتلاف سمود اليوم برقودر المقولة اللي جي من عند أتلاف سمود هذا الدستور لا يتضمن الحد الأدنى من الضمانات لإرساء دولة القانون والمؤسسات ولضمان الحقوق والحريات شنو تخوفكم ومنين تخوفكم وعليش المعقولة هذه هو لياس احنا الحقيقة عدينا حملة كاملة وحنا نحكي في الحكاية هذه ونفسر المواطنين عليش الدستور هدايا يعني ما تاو تعدى هو تعدى تعدى بالأخطاء وبالمشاكل وبالإخلالات اللي فيه وباش نتحملوا مسؤوليتنا الكل في النظام السياسي اللي بشير سيه الدستور هذا احنا نقوله بالنسبة لي نحنا 25 جوليه كانت محطة من المحطات النظالية من أجل وضع دستور ديمقراطي تقدمي للبلاد التونسية وسنواصل العمل من أجل إصلاح هذه المنظومة السياسية بعد 25 جوليه نحن ندعو بتبيعه أنه يصير حقيقة بعد 25 جوليه نقاش حقيقي لأنه 25 جوليه ما كانش على الدستور الحقيقة اللي لاحظنا هبطنا في التنان ونقشنا مع المواطنين ما كانش نقاش حول الدستور فما الناس يقول لك أنا مع الرئيس وفما الناس يقول لك أنا أريد أن أنهي العشرية سيقا لكن تصريح هذا تقنيا على الدستور إيش عندكم عليه مآخذ؟ المآخذ هو أنه السلطة التنفيذية تقريبا فوق كل الصلاط تطغى على كل الصلاط ما فهماش فصل بين الصلاط ما فهماش توازن بين الصلاط رئيس الجمهورية تقريبا فوق البشر يعني يتحكم في جزء من السلطة التشريعية يتحكم في جزء من السلطة القضائية المحكمة الدستورية فقدت دورها التحكيمي اللي هو يخلق نوع من التوازن إمكانية مراقبة ومحاسبة وتتبع رئيس الجمهورية غير واردة في كل الحالات خلال أداء والمهام وحتى بعد أداء والمهام بعد انتهاء العهدان تاعه لا يمكن تتبع رئيس الجمهورية في المقابل السلطة التشريعية فهمة سحب الثيقة في السلطة التشريعية إذا كانت سير المناوشات داخل المجلس يمكننا نحيو الحصان على البرلمانيين في السلطة التشريعية يعني فما وليت عنا كان عنا مجلس واحد وتوانسا كانوا عن يوم المجلس ولا عنا زوز مجالس في الجانب الحريات زادة مسألة اللغة اللي صار حول المقاصد تاع الشريعة وطريق التنفيذ ومعناها دخلوا علينا المثقفين بأنواعهم المحافظين والتقدمين كل واحد يعطيك إنفرسيون هذا يوري أنو الكلام اللي تقال ينجم يتأول بكل الطرق الممكنة ومعناها سا ما ديبند من الناس اللي هما في السلطة التنفيذية يوان انتربيت هالكلام هدايا كما هما يحبوك وانتوما في اتلف صمود مثلا اوكي إذا كان هذا الموقف الآن موقف برواكتيف انتوما شاركتوا في المسار قبلتوا بالمسار قلتوا عليه لا على شنو بش تخدموا المراجي احنا بش نخدموا نواصل الخدمة أول حاجة ساعة طوى يمكن النقطة الولانية اللي هي النظام الانتخابي نظام الاقتراع نعرفوا أنه البلاد حسب الدستور جديد بش تمشي في انتخابات دوك اتلف صمود سامحني سيحوسين لكن ما غير ما تخفي خاطرك بش عاود ينتج نفس أخطاء تقريبا مصار السياسي الالفين واثين 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 احنا قاعدين رانا كل مرة نقولوا هاو سنو شنو يزدو ما يتعمل احنا منشف حكم نتفهمين لكن الفكرة شنو نعرف لكن الفكرة شنو هو أنه انا ننخرط معك في مصار وقول عليه لا لكن انت فيها خل المطاف تعمل لي تحب تكتب دستور تاخذ عليه انت ما اخذ من بعض ذكره ويعمل لي حب على اساس السلطة تعمل لي تحب السلطة تعمل لي تحب لكن تعمل لي تحب الآن في إطار دستور يخي انت غضو بش تبدل دستور كنت خلت السلطة بسيبا عايز ما يتبدل دستور هذا يبدل برش حسبت يعني أنا كنتي اليوم تخدم على انتخابات تشريعية هذا هو الموضوع لا احنا كصمود يعني كقوات ديمقراطية ومدنية كصمود لا لأنه صمود ما هوش معني بالانتخابات التشريعية ما لا بش معني لكن معني بتجميع والعمل على دفع نحو تجميع القوات الديمقراطية والمدنية اللي هي حاملة لقيام الديمقراطية لفكرة التعدودية أحزاب أحزاب منظمات جمعيات أنا يظهر لي جبهة ديمقراطية اجتماعية تقدمية تدافع على أول حاجة إصلاحات عميقة في الدستور تحت يفضلت سمود لا مش تحت يفضلت سمود سمود تلمهم لا احنا نسق بيناتهم نعاونوا أنه نسهلوا نحن نسهلوا نحن نسهلوا مش أكثر ولكن الهدف هو خلق هذه الجبهة اللي هي الوحيدة اللي يمكنها أنها تدافع على القيم اللي احنا نمنو بهم لأنه كما شفنا بقية القوى عندها حسابات أخرى وعندها أهداف أخرى أسرلي سي حسامي فضلك حتى لنا مثلا المواطن الناخب في نفس الوقت صحوفي لك المواطن الناخب وغدوة في الأيام تقول لي أنا عندي جبهة تدفع علي كنت تقول عليه الكل بطبيعة الحال هذا يعني بالنسبة لي كمواطن الناخب أنها تدفع زادة على برنامجك وخياراتك السياسية بصموعة احنا قلنا احنا قلنا مجتمع مدني غير محايد احنا مجتمع مدني غير محايد نعتبره لو نعتبره لو احنا غير محايد بمعنى أنه احنا قراب من القوى لتحمل قيم الديمقراطية حقوق الإنسان ونعتبره لو احنا بعاد عن ناس اللي عندها أفكار رجعية وأفكار ظلمية وهذا من نهار له اللي كيتأسس الأتلاف قلنا رانا مناش على نفس المسافة من كل القوى السياسية رانا نحسه لو احنا أقرب وندعم القوى التقدمية القوى الاجتماعية لكن إذا كان رئيس الجمهورية وأحنا مازلنا في وضع استثنائي ويخرج القانون الانتخابي بمرسيم حسب تصور رئيس الجمهورية مازلتوا منخرطين احنا منخرطين احنا منخرطين في مسار موجود معناها ويقع أمر ويقع فما حل واحد شد السلاح معناها كانتش إذا كان النجم معناها ما خطرتها اليوم فما السلطة عندها الجيش وعندها الأمن وهي تنفذ في سياسات الدولة احنا شو اللي بيدنا نعمل احنا مجتمع مدني في الأخير يعني احنا نقوله هاي الافوا هاي الاصلاحات اللي لازمة رأوا هذي أغلط طيب كنت حم نرجعوا شوية على الانتخابات واللي صار في الحاملة نتعى الاستفتاء ونقوله رأوا هذي أخطاء صار شو باس نقدمو شوية لا لأنه هابش قولك فما ربط كبير رئيس إذا كان الأخطاء هذي تتعاود في انتخابات تشريعية يا خيبة المسعة إذا كان انتخابات هذي طوال هناك كانت لتندانس واضحة الجزء اللي مشا نتخب لأنه مش جزء كبير معناها فما 70% متويسة ممشي فما اللي مقاطع وفما اللي مشي بحر وفما اللي موش مهتم وفما العزوف إلى غير ذلك الناس اللي انتخبت جزء كبير مشي في النعم واضحة معناها غدوة في انتخابات تشريعية بش نحسبه بالصوت إذا كان أخضاء كما هكا ويخرجنا التابلو ومبعد يخرج تابلو جديد ومبعد عنا نسبة ومبعد ولي عندنا نسبة أخرى ومبعد التان ألوية للحملة يتبدل ونجيو في وصل الحملة ونبدلوا لادون وإذا كان فهمها هكا الضبابية في العمل وإذا كان ما فهماش معناها الآليات معناها اللي زي ما عندهاش وإلا اليوم الجهاز الأجهزة اللي تشرف على الانتخابات بما في ذلك القضاء ما عندهاش الآليات بش تراقب حقيقة الحملة نشوفه في الخروقات نشوفه في المعالقات حتى نهارة الانتخابات لزانساني موجودين لزان فيش تستيغاء ناس معناها إشار سياسي معناها معناها سياسي جديد وكي نشوفه أنه رئيس الجمهورية نفسه هو بيد ويخرق الصمت الانتخابي نهارة الانتخابات وأنه تلبز هكذا ما أنا لفت نظر للوطنية أي وتلبز الوطنية معناها تعدي هذا يعني في الماشين هذا كان نعملوه في انتخابات تشريعية ويصير هكرا والنجم يزوج بالبلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة تنجم حتى تمشي للتطاحن وتمشي حتى للحرب الأهلية إذا كان انت قوة بيش تحطوا أنفاس وليزي معناها سير كل الفلوتمون هذك الناس الكل تولي ترفض للنتائج وندخلوا في أزمات وما عادش نخرجوا منها إذن رأوا اللي صار صحيح هو معناها فيه خلالات كبيرة صحيح فما تندانس هذك عليش احنا فضلنا أنه كما قلت أنت يجبنا ناخذوا من هاللي صار هذا برشا عبر مثلا كي بش نبدلوا نظام انتخابي تاو نظام اقتراع الوقت اللي يجب نعطيوه للأحزاب السياسية وللناس اللي بش تقدم الانتخابية التصفاء ما شوفنا اليوم ولت أشخاص طبيعية لغير ذلك من حقهم أنهم يستدابت ياخذوا الوقت بش ينظموا رواحهم وبش يدابتي ورواحهم للانتخابات خطر كيتبدل نظام الاقتراع وتبدل الدواء الانتخابية وتبدل قانون اللعبة ما تنجمش انسانطاني مو إنا نكون حاضر كقوة سياسية بش نلعب دوري في تأثير المطنين وفي تمريل برنامجي شنو الفرق الحقيقة مسيح حسيم حاول تفسر لي خذ ما فهمتش مريح شنو الفرق مبين من يقاطع بنفس الأفكار هذه لأنه كلم هو بيدو رواح اللي مقاطع يقول في الكلام هو بيدو تقول في سياتك لكن في نفس الوقت شنو الفرق مبينك انت اللي مشارك في المصار وتقول فيه مشارك كما قلنا بروكتيف تمشي مشاركوا النقش ونقضوا نعطي شنو الفرق فنقضوا فرق كبير يس شنو أول حاجة احنا المقاطعين اصدقائنا لو في جزء منهم تقدمين والديمقراطيين فضلوا يقاطعوا بالنسبة لي نحن المقاطعة هي خطأ استراتيجي أول شي لأنه ماخديناش الوقت باش نمشيوا نقعدوا مع المواطنين ونحكيوا معاهم ونقنعوهم باللي قاعدين نعملوا فيه وعليش الدستور خائب وعليش يزمن معناه نمشيوا في اللي وعليش إلى غير ذلك يعني القدرة انتعى الحزاب وانتعى المنظمات اللي هي الاتصال المباشر بالمواطن وتفسيره لأنه الهدف مش هو الحزاب مش كون مقتنعة اللي المسار خائب الهدف هو أنه نقنعوا المواطن نحن هذه نقطة سلبية وغلطة استراتيجية بالنسبة لناس اللي قاطعة لأنه فينا المسار مواصل أنت بالمقاطعة ما نجمتش توقف المسار إذن أنت وكأنك معناها أنك ما شاركتش في اللي صار زد ضعفت روحك وخليت أنه المواطن ما توصلوش المعلومة دورك ما قمتش به ثنين في مراقبة الاستفتاء لأنه شفنا نحن مشينا في مكاتب الاقتراع ما فماش مراقبين نحن ولا ملاحظين ببلوتو معناها شفنا نحن الاتحاد مستنسي يشارك ب7000 تقريبا معناها ملاحظ منظمات كانت تشارك أحزاب سياسية كانت تشارك اليوم هذا كله ما كانش موجود وهذا يفتح الباب بطبيعة أمام إمكانية التلاعب بالصالد لكن سيحوزيم هذا في نفس الوقت نقطة أخيرة هو أنك إذا كانت وحنا شفنا بعض القوائل قاطعة واليوم جايين الانتخابات أي شنوه بشي شاركونا ما شاركوش نعرش هنا كان بشي شارك بشي تيح فيه انكويرانس أنت فما مسار كامل رافضوا دي في الانتخابات تشارك فما نعمل انتهازية كامل ما تشاركش بالزيد ضعاف روحكوش تدخل تولي أمارج انت على الواقع السياسي في البلاد فما وقعه فما انتخابات وفما معارضة وفما ناس تحكم سيحوزيم أنت سيادتك سيحوزيم ماكش محال السياسي أعطيني انتوما اليوم ماكش محال السياسي تقول لهم أخرجوا من اللعبة احنا غدوة اللي عانا لليجيتيميتي بش نشاركو في الانتخاب لا تقول لناس هدوما هاي غلطة غلطة استراتيجية لأنه إذا كان واحد يغذر القدام أنه الحل اليوم لإعادة الكليبر خلينا نقوله التوازن للساحة السياسية الحل هو أنه القوى بيقطع النظر من تقييمها اللحظة 25 جويل يقول القوى اللي ما شركتش في المنظومة انتعال الفساد والخراب انتعال عشر سنين السابقة اليوم معناها خلينا نقوله من الطيار الديمقراطي والحزب العمال حتى الأفاق تونس حتى حركة الشعب وطيار الشعبي وتونس الأمام كل هاته القوى اللي في الأخر هي قوى ديمقراطية تقدمية عموما فما اجتماعي فما الليبرالي ولكن هاته القوى اليوم يلزمها تشكل قوى وحيدة اللي هي تخلق توازن مع بقية الحزاب وبقية المنظومات اللي موجودة واللي هي بش تدخل بقوة في الانتخابات القادمة وإذا كان القوى هذية حسب النظام الانتخابي اللي حكي عليها رئيس الجمهورية هي أغلبية النظام الأغلبية في دولتين على الأفراد إذا كان تصيرت الانتخابات بالطريقة هذه وفي ظرف وجيز هاته القوى لن تجد لها تواجدا في المشهد السياسي بش يكون موجود بش يكون موجود غروسو موضو حزب الدستوري الحر حركة النهضة وممكن ما تكلمشو دستوري الحر على مشاركة فتشها إذا كان مشاركش حكاية أخرى دستوري الحر يقول نرجع لها يكله ويمنعه شو تلاحكي فيه والدستوري الحر هو لأمان وهذا سخطوة للورا كنا في رفز تام ولينا بش نرجعه نقش دونك دجا ستنبان اغير وهذا يوري الواحد يبقى روحه في انكويرنس بصيفة عامة كل حزب يحكي على روحه الفكرة الأساسية هي هذه حساب اليوم ائتلاف صمود على بكري يقول أنه لن يشارك في الانتخابات أنا بدي نجم يقولك انت سيادك فزيت انكويرنس تشارك نعرف يمتفهمين ماذا أنت تحت شغل يشارك والرابطة تشارك والنساء الديمقراطية مرة أخرى نفسروا للتوانس وقت اللي نقوله اللي احنا سننقرط في مصار المصار هذين نصوت فيه بلا نطلع بدوري انت كنت تقولي فيه اطلعوا بدوري المواطني للتفسير للتوانس ومن بعد لم القوى اللي ورايا ولا اللي قدامي ومباحثي القوى اللي قادرة أنها تكون قوى ديمقراطية هذك نمسياتك بايش تمشي في المصار ليوم لإسلاح الدستور أي لإسلاح الدستور تكون القوى هذية متفق على حد أدنى في تصورها لأنه لنطول بشي والي إسلاح المنظومة السياسية اللي هي معناها مختلة في الدستور هذية جديد وإسلاح ومعناها سن النظام الانتخابي أو على الأقل الزغط من أجل سن النظام الانتخابي يكون فيه الشروط الموضوعية بايش تكون نزاهة الانتخابات موجودة ومعناها تكون انتخابات شفافة وتعطي صوت الشعب يعني إذا كان ما كانتش موجودة إذا كان ما كانتش موجودة خلال خلال جويلية الفين وعشرين حسب تقديركم عليش تكون موجودة في ديسمبر الفين وعشرين ما فهمتش نحن نقول لك إحنا قبلنا بنتاج بالنسبة لنا الهيئة ما زورتش معناها قبلنا بالنسبة لنا صحيح فما إخلالات في المسار كله صحيح أنه الوقت ألوية متعتاش هذية أنا نحمل فيه أكثر المسؤولية الرئيس الجمهورية رأسا لأنه هو اللي معناها أشرف وهندس هذا المسار واختار التوقيت معناها كما اختاره وعطاه لدليل يحب عليهم اللي هما منعوا أنه حملة الاستفتاة تكون حملة حقيقة للنقاش على نص وكانت حملة لمساندة الرئيس أو لغلق صفحة العشرية السوداء كما قال هذلك جزء كبير متوين سأحنا نحب نسكروا العشرية هذية هذا الخطأ اللي قام بها الرئيس إذا كان بيش يواصل فيه هو هو المنح الأحادي هذي هو اللي بيش خليه هو بيدو يفشل في الدخل أنا اللي يهمني في الحكاية الكل هو أنه نقوله حاجة واضحة للتوينس بما أنه الكلم هذي الكل بدي تقريبا يدخل من الوذن هذي يخرج من الوذن هذي للتوينس ولكن بيش تحمل المسؤولية هما بيضم بيش ترجع للوفي هل فما مطالبة واضحة بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة احنا مش مبكرة احنا نحبوها تصير في اللي دلي الممكنين بمعنى احنا نحبو بتبيع معناها تصورنا أنه يلزم يكون فما انتخابات تشريعية ورئاسية لتجديد الشرعية هذا حاجة معناها منطقية ولكن إذا كان بيش تصير تغيير النظام الانتخابي يلزم نحكي على النظام الانتخابي بالنسبة الانتخابات التشريعية يلزم الوقت مبين تغيير وهذا عليش نحس أنه النقاش في هذه المسألة تبدأ فورا يلزم اليوم نحلوا نقاش حول النظام الانتخابي ونظام الاقتراع بصفة عامة ونظام الاقتراع بصفة خاصة ونظام الانتخاب بصفة عامة لأنه إذا كان صار الاتفاق لو فرضنا وإذا كان عمل الرئيس بمرسوم يلزم ما بين صدور هذا النظام ويولي أمر واقع ويصيره الانتخابات يلزم على الأقل ستة أشهر التأول جاء احنا كلينا احنا كنا نحكي على 17 ديسمبر ما عادش عنها لسيموها هذوم يلزم تأجيل بالعكس احنا نحب نأجلوا تاريخ الانتخابات التشريعية وتنجم تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية لأنه عادة في النظام الرئاسي هذا العادة النظام معناها نفضله أنه يكون الرئيس الجمهورية يصير انتخابه بش الشعب من بعد اللي يعطيه ثقة الشعب كرئيس الجمهورية يعطيه المجوريتي ينجم تخليه يحكم لأنه معناها نظر كما يرتوى في فرنسا الرئيس من حزب ولكن لا عنده المجوريتي في وسط البرلمان تاعه هذا كعليش قاعد يلوج في دي كواليسي بش ينجم يحكم دونك كان جي بالعكس كان جي النظام معناها الانتخابات التشريعية قبل بالعكس تولي مشكلة كبيرة لأنه التندانس معناها ماهيش واضحة الشعب ينتخب بتشريع في التشريع ومبعد يمشي في الانتخابات الرئيسية ينتخب رئيس إليه قاروح وبتبيعته معندوش فما معندوش المجوريتي بش نعمل نوع من الاختزال مثال شو أنت تنجم جاوبني عليه يمكن سي حسام مرة أخرى نقول لك فما انتباع أن التوينس ماذا بهم يرتاحوا من هذا كل تفضل سيد رئيس هاو الضمان سيد رئيس الضمان بمفعول زداء الدستور اللي تعاد كما قلت أنت عندو تقريبا كل الصلاحيات تفضل صلحنا لبلاد رعنا معاتش حاشتنا بحزين رعنا معاتش حاشتنا بهالي زو بورتونيست هذو ما هالي زبانياش ضد اللي يدخلوا ويجيوا ويعملوا اليوم الذهنية مبدل أي دور للأحزاب أي دور للإهتلافات أي دور للمجتمع اليوم شنو دوركم وهذا بش يخرج مرسوم يكون فيه تصور لأقاليم جديدة بما أنه عنا المجلس الجيهة بش يكون فيه تصور يمكن لدوائر جديدة وبش يكون فيه تصور لعبة جديدة انتخابي شنو دوركم سي أقريبا نحصي لما في الصدور شوف أنا نقول لك حاجة ليس انه هالفترة هذية رأوا مزمناش نعتدوا بها برشا لأنه برشا الفترة أنا كنذكر الآن شخصيا كنذكر 2011-2012 ونشوف نوع من الجبروت اللي كانت عليه حركة النهضة وقتها ونوع من الغطرسة شمانت قالي سعيد هو حركة النهضة في 2011 هو يلعب في الدور هذا في حاجات فما أشياء معناها مختلفة فما أشياء متشارها أنا القوة المهيمة بفعل الصندوق هي ميسيرش وش بي يا أخي القوة المهيمة بفعل الصندوق تفضل انتك القوة المهيمة تفضل لي انتي معايا للصندوق اللي جاب 7.7 تفضل الخوة لأقل تفضل خوي جيب لي زداء انتي جيب لي انتي الوزن انتي خبي متاعك وتفضل ادخل احنا خفضلنا نلعب ولو قانون اللعبة ما هو شي كما احنا نصوره يزمون ولكن ما يسيرش احنا بالنسبة لنحنا الفترة هذه نعرف لانه التاريخ يقول انه وراء الفترة هذه هي وراء الرئيس طوى يجب يحسن الوضع الاقتصادي يجب يحسن الوضع الاجتماعي يجب يجب موارد الدولة يجب يخلق الديناميك تعنمو مش خطر يخذل حكم ويسكر هو البيبان في الدستور انه يتحاسب عن طريق الهياكل ومؤسسات الدولة مش يقعد المحاسبة الاخيرة هي الشعب التونسي وشعب التونسي راون تاع 2022 ما هو الشعب التونسي تاع 87 يعني شعب التونسي اليوم اذا كان يلقى الامور انتاعه ومعنى بش يعطيك ويستنى يقول كايسي انت خذت العام لولاني خطر تحضر في الدستور وكل طوى بش تاخو ثلاثة شهر ستة شهر لكن طول نحب ان نبدأ نشوفو في الريزولتات واذا كان الريزولتات ميجيوش وقتها الناس تبدأ تتغير والموانس تبدأ تغير والناس فهم الأشياء يبدأ يتغير احنا قاعدين نخدمو في دورنا صحيح نتعديو بداي بريود صعب ممكن هذي بريود صعيبة لكن نعرف المطالب مشروعة ومطالب باهية ونعطيه ساعة ساعة الوقت للناس بش تفهم لأن النهضة يلا فالو للناس ثمانية وتسعة سنين بش تفهمو لحركة النهضة ما هيش هي اللي تجيب الحلو لتونس مالوغز ما خسرناهم تقول لي خسرناهم بش نخسروا خمسة سنين اخرين بش نخسر خمسة سنين اخرين مي انا بش تكون معناها التونسي يفهم شمعنية ديمقراطية شمعنية تعطي سلطة العابد شمعنية تحاسب عابد شمعنية تختار شكوني مسلك شنو مالي كريتير اللي تنقش وتختارهم في العبد هدا هدا الديمقراطية دربة نعرف أنه في بلدين نقعدنا عشرات سنين بش خلطنا النظام الديمقراطي احنا كما قولوا قدروا ناجينا في البريود الصعيبة بش نقعد ونصيحوا ونعايتو ونعاركو حتى لين نخلتو للهدف اللي احنا رأوا هما اسم للجمهورية هما اسم المفصلي احنا ما زلنا في طور الديمقراطية الناشئة والانتقال الديمقراطي وإلا لا شوف حد رأوا في البروسيسوس هداية فما انتي كسا تصير انتي كتشوف في فرنس احنا في انتي كسا توا هو حتى كان رئيس هداية ما فعلش لبلان بوفور ونذكروا انه رئيس الجمهورية ما هوش معنى كائن ازلي هو رأوا بشي جي وقته ويمشي على روحه وبشي جي نبعده بهالنظام السياسي هذا من نجمه كان نمشيه نحو منحة استبدادي بشوية بشوية طوى وإلا بعد هذا الواقع السياسي هو اللي بشي فرضه ولكن اللي نجمه نقوله هنا انه هالمنحة هدايا بشي جي وقته بشي توقف لانه هوا سيدسيكل مش تصير في الشارع تصير في موقع المواطن تصير في في مواطنتو يعفهم اش معناها مواطنتو اش معناها عاليش يجب فهم حزاب عاليش يجب فهم التداول ثلمي عاليش مش واحد بارك يشد خمسة عشر سنة رو حاجة به على خطر نعرفه بعض ابوده مامو يتعمل تتعمل حاشية نجم يسمع فيك الآن ويقول هذا فيه نوع من التعالي الشعب التونسي فهم مبليح وما عادش حاشت بسير بسير خلي نقوله زين اللي موجود في الشعب خلي نقوله عندهم الحق الفكرة هي أنه فدينا من الأحزاب شما أنت فدينا من الأحزاب فدينا من الأحزاب في علاقة بتعاطيها اليومي وتعاطيها مع شأن العام في العشرية والأخرين طريقة تعاطيها صحيح هذا هو مش فدينا من الأحزاب كفكرة أحزاب لهنا يجيك التونسي يقولك يا أخينا نحب نجرب حب نجرب حب نجرب الحكم المركزي لا يقولك نجرب الحكم المركزي اليوم في إطار القانون والمؤسسات الدستور الجديد هاي هو الدستور الجديد شو الفرق ما بينه ما بين الدستور الـ 50 فما فروقات كبيرة بالنسبة لصلاحية رئيس الجمهورية فما فروق كبيرة بالنسبة ما هو دستور الـ 50 كي جابنا عليه عمل لنا دوشامبر ولا مجلس المستشارين ومجلس النواء ما هو دستور الـ 59 الرئيس الفصل هو بيدو انتع لا يراقب ولا يسائل حتى بعد انتهاء الاهدن تاخو من الاستفتان من 2002 يعني شنو اللي تغير هو عاودنا جبنا المنظومة منتعة 59 وزدنا قويناها مش خطر 59 وبعد صارت عليها تعديلات دوال منظومة هذية تشبه بصفة كبيرة للمنظومة هذية دونك مش تعتيك نفس الواقع السياسي والواقع السياسي هذية في وضع في تاريخ في عصر تبدل دونك رسيب الحامي قاعد تقول لمنسق عاماتي نفسه بود انه المصر مقاله الفشل مقاله الفشل وليشك معناها بالنسبة لي قاعد تقول مقاله من نجم يكون كان الفشل هو قطعا مقاله خاصة كنزيد ونعرف انه رئيس الجمهورية مع الاسف ما هوش من نوع اللي ينفتح ويمشي عاية الكفاءة طيب رئيس الجمهورية نجم يكون باهي في القانون الدستوري اما من نجم يكون في باهي في الاقتصاد وبيهي في المياه وفي الطاقة ويفهم في التعليم وفي الصحة ويفهم كل شيء كنشوفوا الاسف ونشوفوا الناس كيفش قاعد يتعامل وليش كون قاعد يتعايت وكيفش قاعد يخدم ونشوفوا التعينات كيفش شنو اللي كليتير اللي قاعد تصير بها التعينات نفهموا انه نان صلما ما صار احادي مي ان بلوس ما فيهش طوابن علي مثلا رغم انه هو معناها كل لكن يعرف روحه يعرف الحدود انتعه عايت 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 للناس اللي تعرف الحدود انتعها معاه حتى قاعد نفس الشيء قاعد عايت للسي امين وعايت للعميد بالعيد من بعد تصوروا انه دستورهم يتعدى قال لهم ليه انتم استشاريين الدستوري انا اللي يتعدى هو وقتها كان على الرئيس انه قدم لهم رأي دستور يستشيرهم هو قال لهم اعملوا دستور ومبعد قدم دستور اخر فكرة استشاري نقول لي نحظر كان انا استشاري كما انت قصدت نقول لي نحظر لك انا دستور ونقدمه ونقول لك شنو رأيك تحب هدايا نبدلوش في حاجة شنو تنجم تنصحني اما كي تقول لي اعمل دستور وجيب الاتحاد الشغل والمنظمة الاتحاد ما تخلش ولكن عايتوا الاتحاد الشغل والمنظمات والحزاب والكافية الوطنية واللسادة القانون الدستوري كل وعملوا لدستور وبعد انا طولا ذاك ناخده ونعمل دستور اللي نحب عليه انا تولي العمل اللي قمت به الولاني ما عنده حتى معنا وإلا النجم يكون سين كودو كوم هني نعمل في حوار اما من النجم وانا شكروعوا كتبوا الدستور الحالي والله انا الحقيقة ما كنتش موجود في الحوار لكن شفنا النص اللي خرج نهار 30 جوان شفنا النص اللي خرج معناها نهار 20 قد مر العميد صدق بالعيد للرئيس وشفنا والعميد بده أصرح عديد المرات أنه هذا الدستور لا يمكن أن يكون الرئيس الجمهورية قد كتبه هو تلميذ يعرف لهو ما يعملش أخطاء كما هك يعرف لهو معناها المستوى انتع الكتاب انتعه أحسن وأرقى بكثير إذن السؤال المطروح من كتب هذا الدستور اليوم مع حسين الحامي نقول فما لبس على من كتب هذا الدستور هذا على كل حال حسب تقدير العميد صدق بالعيد اللي هو بشر معناها الرئيس منذ سنوات ويتعامل معاه وعملوا حملات مع بعضهم في 2011 و12 وداروا القهاوي يعني الرجلين يعرفوا بعضهم بالقداع والعميد يقول هذا الدستور ليس الدستور الرئيس اليوم اليوم حسين الحامي وسؤال أخير قبل ما حكوش وآخر هجرة غير نظامية مرة أخرى نرجع للفكرة أنه هذا الكل والتوينسة اليوم غالي معيشة توينسة اليوم فما اتفاق مع الفمي كيتاق دفنير ما فماش ما زالنا ما نعرفوش لا وقتاش لا كيفاش هو مرسم في في ميزاني 22 كيفاش ينظر ائتلاف صمود للأشهر القادمة شوف هما التوينسة ساعة توا قاعدين يجنيوا في الأخطاء اللي عملوهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في العشرة السنين اللي سبقت يعني هالوضع اللي احنا فيه رأوا جاي من العشرية انتع حكم حركة النهضة ومن ولها توا اليوم الاختيارات اللي بشي عملهم في الانتخابات التشريعية الجاية والرئاسية إذا كان فهم الانتخابات الرئاسية رأوا بشي حده مستقبله والاقتصاد في البلاد وأموره الاجتماعية والتعليم الصحة نتاعه إلى غير ذلك في العشرية القادمة هذك علاش نبه التوينسة نقول لهم راهوا إذا كانت تحبوا ما تعيشوش عشرية أخرى أعرفوا تختاروا ما تختاروش الناس اللي يقول لكم كلام جميل ويقول لكم أنه أنا بش ردلك تونس راهي معناها خضرة وبش تولي الدنيا معناها في جنة إلى غير ذلك طبعوا العقل والناس اللي تقول لكم كلام عقلاني ولو يكون رولاتيف ما هو شي مية في المية ما فهمش مية في المية يكون نيوانسي ولكن يكون عنده معنى ويكون عنده مبني على خبراء وكفاءة وطنية ونستفهم أخرجوا من المنطق اللي كيب نتعلك هذي أكيبي وذيك أكيبك وحنا نتعارك ويكون يربح وأنصر أخاك ظالماً ومظلوماً راهوا هذي يرجع علينا بالوبيل قلتوا نقبل الموتوا بغايةكم وحركة النهضة هي بتجيبنا الاستثمار وبش جيبنا التقدم وبش جيبنا الزهار هاي جبتنا لفهم التقدم هنعيشوا في الميزيريا العينينا إذن ردوا بينكم ما هيش بالبساطة هذه الديمقراطية صحيح ضربة ولكن كمان معنا عشرة سنين رانا ندربوا نبدأوا شوية ندخلوا في حالة النضج خلينا نبدأوا نعرفوا نختاروا خلينا نختاروا الناس اللي حاملة قيام باهية وعندها برامج وعندها كفاءات وعندها خبرات وتنجم تبدل لك الواقع السياسي في البلاد وبالنسبة للأشهر القادمة كانت حبنا نجعلك لمسألة للأشهر القادمة ونخدمو الأشهر القادمة بش تكون صعيب واضح لأنو احنا منزلنا في امتداد معناها هالعشرية هذه ولو أنو الرئيس خدا تقريبا عام ولكن حقيقة ما شوفناش فما تغيير جذري يقولون بش تبدأ تغييرات احنا أنا حاسب رأي مزلنا بش نتمديو في الصعوبات خاصة أنو ما فمش بوادر ما فمش تصورات ما فمش برامج ما فمش حكومة حتى الحكومة كي نشوفوا العمل انتاح الحقيقة عمل يشبه برشة للحكومة اللي قبلها واللي قبلها يعني معناه قاعدين انجر لكوتيديان يابا دفزيون يابا دو تصور ما فمش حلول ومفميش تغييرات أشهر القادمة بش كون حول هذا الكل هذا اللي بش يكون على المحكم عند كل الأحزاب فمش كون اختار أنه ينخرط ويكون إلى جانب الرئيس واضح أنه البعض يراهن على الحكومة القادمة والتشريعي القادمة واضح أنه فمش كون اقترح على نفسه المقاطعة التامة لأشهر القادمة بش تكون حول هذه المواضيع شكرا لك حسين الحامي شكرا لك شكرا لك شكرا لك